بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كتاب أربعون حديثا في مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم للعلامة يوسف بن إسماعيل النبهني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه أربعون حديثا في مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود الحديث الثاني عن أنث رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس رواه البخاري ومسلم والتلمذي وابن ماجه الحديث الثالث عن أنث رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا الحديث الرابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى بنسائه ألينا الناس وأكرم الناس ضحاكا بساما رواه ابن سعد وابن عساكر الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال هل عندكم طعام فإذا قيل لا قال إني صائم رواه أبو داود الحديث السابع عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر رواه البخاري ومسلم الحديث الثامن عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداه جاءه خدم أهل المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه رواه الإمام أحمد ومسلم الحديث التاسع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس الغداة أقبل عليهم بوجهه فقال هل فيكم جنازة أتبعها فإن قالوا لا قال من رأى منكم رؤيا يقصها علينا رواه ابن عساكر الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته رواه أبو داود والترمذي والحاكم الحديث الحادي عشر عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه فإن كان غائبا دعا له وإن كان شاهدا زاره وإن كان مريضا عاده رواه أبو يعلى الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود الحديث الثالث عشر عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه رواه الطبراني في الأوسط الحديث الرابع عشر عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه وإذا لقي أحد من أصحابه فتناول أذنه ناوله إياها ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه رواه ابن سعد الحديث الخامس عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبغض الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب رواه البهقي الحديث الساجس عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده ويقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم الحديث السابع عشر عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال رواه ابن عساكر الحديث الثامن عشر عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده رواه البخاري في الأدب المفرد الحديث التاسع عشر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضحك الناس وأطيابهم نفسا رواه الطبراني الحديث العشرون عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس رواه ابن عساكر الحديث الحادي والعشرون عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بالقرف ولا يقبل قول أحد على أحد رواه أبو نعيم في الحلية قال في النهاية وقرفه بكذا أي أضافه إليه واتهمه به الحديث الثاني والعشرون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا ولا يطأ عقبه رجلان رواه الإمام أحمد الحديث الثالث والعشرون عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث حديثا إلا تبسم رواه الإمام أحمد ورواه الطبراني عن جابر بن سامورة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبعث في الضحك الحديث الرابع والعشرون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدفع عنه الناس ولا يضرب عنه رواه الطبراني الحديث الخامس والعشرون عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت رواه الحاكم وروا الإمام أحمد عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله ورواه الطبراني عن طلحة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يسأل شيئا إلا فعله الحديث السادس والعشرون عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائذهم رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم الحديث السابع والعشرون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ويدعو لهم رواه البخاري ومسلم وأبو داود الحديث الثامن والعشرون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفائل ولا يتطير ويحب الاسم الحسن رواه الإمام أحمد الحديث التاسع والعشرون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاه ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير رواه الطبراني الحديث الثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم رواه الإمام أحمد الحديث الحادي والثلاثون عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة رواه الترمذي في الشمائل كل شيء بين للدهان مما يؤتدم به إهالة والسنخة المتغيرة الحديث الثاني والثلاثون عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويخصف النعل ويرقع القميص ويلبس الصوف ويقول من رغب عن سنتي فليس مني رواه ابن عساكر يخصف نعله يخرزها الحديث الثالث والثلاثون عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم رواه النسائي الحديث الرابع والثلاثون عن عمر بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفه بذلك رواه الطبراني الحديث الخامس والثلاثون عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحدهم عند المعتبة ما له ترب جبينه رواه الإمام أحمد والبخاري ترب افتقر وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء عليه الحديث السادس والثلاثون عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغ ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة وكان لا يأنف ولا يتكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته رواه النسائي والحاكم ورواه الحاكم عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه أنفى استنكفى الحديث السابع والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديات ويثيب عليها رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي يثيب يجازي عليها وروا الإمام أحمد والطبراني عن عائشة وأبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهديات ولا يأكل الصدقة الحديث الثامن والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا رواه أبو داود ما باله أي ما شأنه وحاله الحديث التاسع والثلاثون عن أبي بكرات رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسر خر ساجدا شاكرا لله تعالى الحديث الأربعون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انتهى الكتاب